ابراهيم موظف بالجمارك مسؤول عن مراقبة جودة السلع الغذائية وكانت زوجته مريضة وحدد لها الطبيب موعدا بعد يومين لإجراء عملية جراحية عاجلة تحدث ابراهيم إلى زوجته قائلا اطمئني يا عزيزتي بإذن الله سيكتب الله لك الشفاء فقالت الزوجة الحمد لله على قدره ولكن من أين ستدبر المال لهذه العملية فقال إبراهيم معي مبلغ القسط الأخير لبيتنا فمعيده بعد أسبوع وبإذن الله سيجعل الله لنا مخرجا وفي الصباح كان إبراهيم في عمله يتابع إجراءات دخول شحنة غذائية للبلاد وأثناء الفحص اكتشف أنها غير مطابقة للمواصفات وبعد قليل فوجئ بمالك تلك الشحنة يدخل عليه مكتبة وأمسك بظرف به الكثير من المال وقال هذه هدية مني لك وأرجو أن تسمح بدخول شحنتنا فقال إبراهيم أنا لا أقبل الرشوة ولا أطعم أهلي إلا من الحلال فقال الرجل لقد علمت أن زوجتك مريضة وأنت تحتاج المال لعلاجها فقال إبراهيم لن أعالج زوجتي بمال حرام وكان عليك أن تتق الله أنت أيضا قبل جلب تلك البضائع وتؤذي الناس يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبعد قليل دخل عليه يوسف وهو مستورد معروف بأمانته ولكنه كان قلقا فهو ينتظر نتيجة فحص شحنته فقال له إبراهيم ستتسلم شحنتك اليوم بإذن الله فقال يوسف لا أصدق أن الأمر تم بهذه السرعة فقد اعتدت أن أقابل صعوبات لأنني أرفض دفع الرشاوة الحمد لله ما زال في الدنيا خير وعندما خرج يوسف تحدث إلى أحد موظف الميناء فعنم بشأن مرض زوجة إبراهيم فذهب إلى المستشفى سرا ودفع تكاليف علاج الزوجة وعندما ذهب إبراهيم وزوجته إلى المستشفى قال له موظف الحسابات لقد قام رجل بدفع الحساب ورفض ذكر اسمه فسجد إبراهيم شكرا لله وفي اليوم التالي كان على إبراهيم إنهاء إجراءات رفض الشحنة الفاسدة وإعدامها فذهب إلى عمله وهو في غاية السعادة ودخل عليه صاحب الشركة ليترجاه مرة أخرى قبل أن يسلم إبراهيم تقريره لإدارة الجمرك فقال له إبراهيم الحمد لله لقد نجان من مالك الحرام وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا